اخبار اليوم ضحايا ومصابون في سلسلة انفجارات متفرقة بالبلاد وقع انفجار ليلة الامس داخل كتار 858 المتجه من كفرزيات الى منوف واصفر عن مصرع اميني شرطة بشرطة النقل واسنان من المدنيين ونتج الانفجار عن ابوة محلية الصنع وضعت في العربة الاخيرة بالقطار واكتشفت القوى الامنية المكلفة بتأمين القطار القنبلة واخلت العربة من المواطنين لكنها انفجرت اسناء تفكيكها فيما انفجرت قنبلة اخرى في متر الانفاق خط حلوان المرج بمحطة المرج القديمة حيث كانت القنبلة موضوع بالعربة الاخيرة من القطار ما ادى الى وقوع ثلاث اصابات بين الركاب وواقع انفجار اخر بميدان حدائق القبة صباح اليوم اسفل قبر القبة اصفر عن اصابة سيدة وشخصين اخرين حيث تم زرع قنبلة اسفل الكبري في مكان تمركز قوى امنية من شرطة المرور لاستهدافها وفي العالمين اصيب سلاس افراد شرطة بتلقات نارية بسبب تبادل اطلاق النار بين كمين العالمين وعدد من مهرب السلاح وتم على الفور نقل المصابين الى مستشفى العالمين المركزي لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة فيما فر المهربين بعد متارضة باقي افراد الكمين لهم وانفغرت سالس كنبلة صوتية محلية الصنع في مدينة العاشر من رمضان ولم تصفر عن نقوة خسائر مادية او بشرية واكد مصدر امني ان الانفجارات السلاسة وقعت في نفس التوقيت بمناطق متفرقة بمدينة العاشر وفي الشرقية اشعل مجهولين النيران بمحاول قهرباء بقرية منزل ميمون التابع لمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية بعد القاء زجاجات الملطوف عليها وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران تعيين ثلاث مستشارين للرئيس للامن القومي ومكافحة الارهاب صرح المتحد السراسمي باسم الرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بان الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر قرارا جمهوريا بتعيين اللواء احمد محمد السيد جمال الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الامنية ومكافحة الارهاب كما اصدر رئيس قرارا جمهوريا بتعيين دكتورة فيزة محمد عبدالفتاح او النجا مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الامن القومي وتعين سيد السفير خالد علي محمد مصطفى البلقي امينا عاما لمجلس الامن القومي السيسي اجتمع مع المجلس الاعلى للشرطة اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس الاعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وعضوية مساعدي الوزير واشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في استعادة الامن والانضباط الى الشارع المصري واكد لهم ان الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة تستهدف وجودها مشدنا على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الامنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات فوربس تختار السيسي الاقوى تأثيرا ونفوزا بافريقيا احتل الرئيس عبدالفتاح السيسي المركز الاول بين قارة وحكام قارة افريقيا والمرتبة 51 عالميا ضمن القائمة السنوية التي تصدرها مجالة فوربس الامريكية لاقوى الشخصيات نفوزا وتأثيرا في العالم لعام 2014 والتي ضمنت اسماء 72 قائدا ورئيس دولة وشركات ومنظمات دولية وتصدر القائمة الرئيس الروسي فليدامير بوتين متقدما على الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي جاء في المرتبة الثانية عالميا بينما جاء الرئيس الصيني في المرتبة الثالثة وبابا الفاتيكان في المرتبة الرابعة تلته المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في المركز الخامس اشتركوا في القناة